السادة الرائعون مشاهدي أغا سمارت ستوري الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أنا ضياء آفا والنهاردة معنا أجمل حكايات HP في عالم اللابتون ده يعتبر أقوى وأشياء جهاز أنتجته HP هو وسلسلة دراجون فلاي في عام 2023 حققت في HP تعديلات في الشكل والإمكانيات الداخلية تخلي مفيش ذر التردد في قرار الحصول عليه لو أنت متابع لقناتنا هتعرف أني بحب المعالجات الرائز شرحت معظم الإصدارات وقدراتها وإيه يكافئ قوتها من معالجات انتل طبعا ده بداية من 745G5 في الإلت بوك مرورا بالجي سكس وكذلك 845G7 وإيت وناين لحد محطتنا الأخيرة اليوم الجي تين كمان عملنا حالة تفصيلية عن الفرق بين معالجات الانتل ومعالجات الرائز وإيه ممكنين أسبك كمستخدم انزل تحت في صندوق وصف الفيديو هتلاقي روابط الحالات جهازنا ده بقى القمة بالريزن 7000 بييجي بالرامات DDR5 بسرعة رهيبة بتوصل ل 5600 مع كرت شاشة APU مدم الإمكانيات دي هتمكنك من أداء قوي للجرافيكس والألعاب كذلك HP أنتجت منه جميع المعاسات للشاشات عشان يناسب كل الاحتياجات ده الـ HP EliteBook 845G10 جهازنا بشاشة 14 بوصة وفي منه بشاشة 16 بوصة معروف باسم 865G10 كذلك في منه بشاشة 13 و3 من 10 بوصة معروف باسم 835G10 كالعادة بيجيب هيكل من الألومونيوم بملمس غير ناعم مش بيترك آثار للبصمات كمان سبكت غير مارنة بتدي متانة وصلابة عليه اللابتوب ده نحيف بدرجة عالية جدا يمكن من أنحف اللابتوبات اللي هتشوفها كمان الشكل متميز من ناحية إن الشاشة أقلله من الحواف الجانبية عشان يوفر مساحة رؤية أكتر وكمان ارتفاع الشاشة زاد بعض الشيء الوزن بتاعه بقى خفيف حوالي كيلو 380 جرام وفي من الكماليات والأمان والمداخل يخليه مناسب جدا لرجال الأعمال كذلك وسائل الأمان دي مهمة جدا للمستخدمين أصحاب المهن اللي بتتطلب العمل في الخارج والاجتماعات زي الأطباء ودكاترة الجمعة لوحة المفاتيح بتاعته برزة وسالسة في التعامل ومتبعدة وكبيرة أما بقى حضرتك لو قاعد وفي جنب منك كوباية قهوة ما عادش فيه ألأ إنها تقع منك على الكيبورد لأن في قنوات لتصريف السوائل أسفل البردة لحمايتها في الحالات دي وفي اختبار fastfinger.com حققت حوالي 103 كلمة في الدقيقة بدقة 96% وده شيء متميز جدا لأبعد الحدود كمان التاتشيباد الواسع من HP زجاجي بيمكنك من الإيماءات بسهولة وكمان بيمكنك من العمل براحة أجب قبل ما ندخل في الحلقة نحب نوضح لجمهورنا الكريم اللي بيسألنا دايما على الأجهزة بكام في التعليقات رابط الاستور بتاعنا في صندوق وصف الفيديو وأول تعليق تقدر تدخل عليه وتختار الجهاز اللي يناسب حضرتك وتقدر كمان إنك تحجز بإنك تضيف للسلة وما تنساش إن عندنا أفضل خدمة بعد البيع وكمان أفضل الحالات للأجهزة وموجود رابط التوصيات والأراء تعرفوا من عملائنا السابقين مدى رضاهم عن سلعنا اللي بنقدمها ليه نرجع تاني لحلقتنا فالحلقة على فكرة مليئة بمعلومات لأول مرة هتسمعها وتشوفها عن الجهاز ده باليوتيوب فلازم تثبت حضورك باللايك والشير ولو أنت لسه أول مرة تشاهد قناتنا فأنت لازم تكون عارف إننا مش هنا بنشرح لك قطعة جهاز عايزين نبيعها إنما أنت في قناة هي الأولى من نوعها لثقافة اللابتوبات فيشرفنا كتير إنك تشترك وتفعل زر الجرس عشان تدخل عالم أغا سمارتو ستور لثقافة اللابتوبات إن شاء الله HP Elite Poke 845 G10 جهاز نبيعي بتسع أنواع معالجات كلهم مصنعين بتقنية 4 نانو متر هنشرحهم لحضرتكم من الأقوى للأقل قوى كالتالي أقوىهم هو معالج AMD Ryzen 9 Pro 7940 HS ده ثمان النواب 16 ميجا بايتس كاش سرعته 4 جيجا هيرتز بيعمل ماكس توربو سبيت بيوصل لـ 25 من 10 جيجا هيرتز لو حبيت تقنه بمعالج في انتل فالأقرب له في القوى وهو معالج جبار في القوى وهو المعالج الجيل 12 Core i7-12850HX المعالج ده يا جماعة موجود في أجهزة قوية جدا وسعرها مرتفع جدا وهي أجهزة HP ZBook 416 G9 كذلك موجود في ديل بريزيشن 77-70 و 76-70 وموجود أيضا في لينوغو ThinkPad P16 Gen 1 مود ماكفي كارتشاشة APU وهو كارتشاشة راديون 780M ده كارتشاشة RDNA3 معتمد في عملية التصنيع أيضا على الأربعة نانومتر سرعة الساعة الأساسية له حوالي 1500 ميجا هيرت وبيعمل زيادة في سرعة الساعة لحوالي 3000 ميجا هيرت الحجم بتاعه حوالي 512 ميجا بايتس لكن سبق وذكرنا إن كروت الشاشة APU لا تقاس قوتها بحجمها الفعلي إنما في عوامل تانية بتحدد قوتها لو عايز تعرف التفاصيل دي موجودة في حلقة 845G8 الرابط بتاعها في صندوق وصف الفيديو أقرب كارتشاشة لوف القوة من كروت شاشة نفيديا كارتشاشة متميز جدا وهو كارتشاشة GeForce GTX 1650 الكارت ده حجمه 4 جيجا بايتس GDDR5 موجود الكارت ده في أجهزة قوية جدا ومعروفة زي الديل XPS 7590 وكذلك موجود في اللينوفو IdeaPad Gaming 3i وأيضا موجود في الاسوس ROG Zephyrus G14 المعالج الثاني في القوة اللي بي جي بي جهازنا النهاردة هو Ryzen 7 Pro 7840HS ده ثماني النواة ب 16 ميجا بايتس كاش سرعته 3.8 من 10 جيجا هيرتز بيعمل ماكس توربو سبيد 5.1 من 10 جيجا هيرتز كذلك يا جماعة أقرب معالج لوفي القوة من معالجات انتل معالج متميز وقوي وهو كور اي 7 13800H في الجيل الـ 13 وده موجود في أجهزة الديل بريزيشن القوية جدا زي بريزيشن 3581 و 5680 و 5480 كذلك موجود في الثينك باد من لينوفو الـ P1 Gen6 بيجي مدمك في نفس كارت الشاشة المذكور في المعالج الأول ثم يليهم في القوة معالجين بنفس القوة تماما وهم الـ Ryzen 7 Pro 7840U والـ Ryzen 7 7840U المعالج منهم ثمان النواة بـ 16 ميجا بايتز كاش السرعة بتاعته 3.3 من 10 جيجا هيرتز بيعمل ماكس توربو سبيد 5.1 من 10 جيجا هيرتز أقرب معالج لهم في القوة معالج في الجيل الـ 13 من انتل معالج متميز جدا وهو كور اي 7 13620H وده معالج مشهور في الأجهزة الجيمين بينزل في أجهزة جيمين قوية جدا على سبيل المثال الـ DL XPS 9530U كذلك موجود في العملاق DL Alienware X16 الجهاز ده يا جماعة سعره النهاردة في وقت عداد الفيديو 1000 دولار كذلك موجود في الـ DL Inspiron 16 Plus 7630U وأيضا موجود في الـ MSI Stealth 14 Studio بيجي مدمك في نفس كارت الشاشة المذكور في المعالج الأول في الـ Ryzen 5 بيجيب 3 معالجات بنفس القوة تماما وهم Ryzen 5 Pro 7540U وكذلك Ryzen 5 7540U وكذلك Ryzen 5 7540U المعالج منهم سوداس النواب 16 ميجا بايتس كاش السرعة بتاعته 3.2 من 10 جيجا هرتز بيعمل ماكس توربو سبيت بيوصل لـ 4.9 من 10 جيجا هرتز أقرب معالج لهم في القوة معالج متميز وقوة في الجيلة 13 وهو كور i5 13 420H وده موجود في أجهزة قوية جيمين زي الـ Lenovo L-OQ كذلك موجود في الـ HP Victus 15FA وأيضا موجود في الـ Lenovo IdeaPad Slim 5 كارت الشاشة اللي بيجي فيهم مختلف عن الموجود في الـ Ryzen 7 وده كارت شاشة راديون 740M ده كارت شاشة RDNA3 معتمد في عملية التصنيع أيضا على الـ 4 نانومتر سرعة الساعة الأساسية بتاعته 1500 ميجا هرتز وبيعمل زيادة في سرعة الساعة بتوصل لـ 2500 ميجا هرتز أقرب كارت شاشة اللي في القوة من كروت شاشة Nvidia كارت شاشة GeForce MX350 الكارت ده 2 جيجا بايتس GDDR5 الكارت ده بيجي في أجهزة جيل 11 زي الـ Delvostro 13-53-01 ده بمعالج 11-65G7 وأيضا ادي اللاتيتيود 14-34-20 بيجي أيضا بنفس المعالج 11-65G7 أقل معالج بيجي بيجي هازنا النهارده هو الـ Ryzen 3 74440U المعالج ده رباع النوى بـ 8 ميجا بايتس كاش سرعته 3 جيجا هرتز بيعمل ماكس توربو سبيد بيوصل 4-7 من 10 جيجا هرتز خلي بالكم مش معنا أنه Ryzen 3 بقى ضعيف إنما أقرب معالج له في القوة من معالجات انتل معالج متميز وقوي وهو المعالج انتل كور اي سيفن جيل 11-11-370H المعالج ده في أجهزة قوية جدا زي الـ Delvostro 55-10 كذلك موجود في اللينوفو ايديا بادي سليم 7 برو 14 وموجود في الجهاز الرائع جدا في الشكل الاسو ستاف داشت بيجي مدمك في نفس كرت الشاشة اللي ذكرناه في الـ Ryzen 5 الـ Radeon 740M بالنسبة للتخزين قادر على حملة هارد واحد فقط تقدر تضيف SSD أو NVMe طبعا الهارد بيكون بماس 2280 اما بالنسبة للرامات موجود في اتنين ديم سلوتس يقدر يشير رامات حتى 64 جيجا بايتس من نوعي DDR5 الشاشة بتاعته بيجي بماس 14 بوصة لكن تختلف عن الشاشات الـ 14 المتعرف عليها في القياس يعني الشاشات الـ 14 بوصة المتعرف عليها ماسها بيكون 16 الى 9 انما دي ارتفاعها بيكون 16 الى 10 هنوضح لحضراتكم معنى الكلام دا ايه دي وحدات قياس في الشاشات لا هي سنتيمتر ولا هي بوصة ودي بتعبر على ان الارتفاع 16 وحدة والعرض 10 وحدات او 9 النقطة دي يا جماعة ما لايتش حد وضحها اطلاقا قبل كده على اليوتيوب هنوضحها لحضراتكم بتوضيح دقيق وبسيط الوحدات دي لما بتحولها سنتيمتر او بوصات بتتحول عن طريق معادلة بحساب المثلثات لبردي تريند او احمس المصرية القديم ودي اللي نسبها فيثاغورث لنفسه باسم نظرية فيثاغورث قدامكم طريقة التحويل كما هو موضح في الصور للمهتمين اللي يحبوا يحولوا عرضوا طول للشاشات بعد كده الفرع زي ما انتم لاحظين بيكون الشاشة الـ 14 بوصة بنسبة 16 الى 9 بالمعادلة بيكون العرض 12.3.10 بوصة يعني 31.2.10 سنتيمتر والارتفاع بيكون 6.9.10 بوصة يعني 17.5.10 سنتيمتر شاشة اللابتوب بتاعنا النهاردة شاشة 14 بوصة لكن بنسبة 16 الى 10 في الحالة دي بيكون العرض 11.5.10 بوصة يعني 29.12.10 سنتيمترا والارتفاع بيكون 27.2.10 بوصة يعني 18.3.10 سنتيمترا اكيد طبعا حد بيقول ايه لازمة الكلام ده هقول لحضرتك انت متعود لما بنقول شاشة Full HD دي معناها Resolution 1920x1080 انما هنا الامر بيكون مختلف بتكون بالحسابات دي الدقة بتاعتها 1920x1200 الشاشات اللي بتكون بالشكل ده معروفة اختصارا بالWide Ultra Extended Graphics Array وده بيرموزوا ليها بالW-EGA وايضا لها اختصار تاني Wide Quad Extended Graphics Array وده الدقة التانية اللي بتيجي بها شاشتنا وبتكون 2560x1600 وده دقة اعلى من التوكيب شوية لكن اقل من 4K جهازنا بيجي بنوعين شاشات بيجي بعشر شاشات بدقة 1920x1200 الشاشة منهم بتكون 250 شمعة و45% NTSC ستة منهم بيجوا بدون لمس واثنين بيجوا باللمس وبيجي بشاشتين بدون لمس بدقة 2560x1600 حد برضو هيسأل دلوقتي ازاي هم عشر شاشات بدقة 1920x1200 وشاشتين بدقة 2560x1600 وتقريبا متساوين في عدد الشمعات والسطوع في بيجي بتقنية ATP Plus PSR وفي بيجي بتقنية ATP 1.2 تقنية الـ ADP Plus PSR بتوفر كفاءة طاقة افضل ده طبعا بفضل تقنية الـ PSR ودي اللي بتقلل استهلاك الطاقة لما محتوى الشاشة مش بيتغير كمان بتوفر تحديد اكفاء لمحتوى الشاشة مقارنة بالـ ADP 1.2 ده طبعا بيخليها مناسبة للشاشات اللي محتاجة اداء عالي وعمر بطارية اطوال كذلك في منهم بيجي بتقنية الـ HPI ES ودي بتحمل عين من اجهاد الضوء الازرق وبتحسن الراحة البصرية وجودة النوم التقنية دي مفيدة جدا لللي بيقض وقت طويل قدام الشاشات زي الموظفين والطلبة كذلك فيهم بعض الشاشات بتيجي بمستشعر للضوء المحيط وتصاميم باطار داية لزيادة الراحة وتحسين الاداء ايضا في شاشات بتيجي بخاصية الشور فيو ودي سبق ووضحناها خاصية حماية بتمنع اي حد جنبك لو فعلتها ان يشوف شاشة اللابتوب وتبقى انت الوحيد اللي شايف برضو لازم نوضح ان الشاشات اللي بدقة 1920x122 معدل التحديث بيكون 60 هرت اما الشاشات اللي بدقة 2560x1600 معدل التحديث بيكون 120 هرت الجهاز دا يا جماعة متميز بميزات حماية عالية جدا ودي اصبحت امور ذات اهمية كبيرة زي بصمة اصبع وكاميرا اي ار للتعرف على الوجه كذلك غالط للويب كام وخاصية الشور فيو ودي مهمة في الاجتماعات والتحضير للبرزنتيشنز والامور المالية ايضا الشور كليك والشور ستارت والاتش بي وولف سيكوريت وايضا موجود في الشور سينس والشور ادمن وغيرها التقنيات دي تقنيات ذكاء اصطناعي مشروحة بدقة في حالة اتش بي اليت بوك 645 جيناي لو عايز تتعرف على معلومات اكتر عنها موجودة في سندو وصف الفيديو جهازنا ايضا على فكرة موجود في الدولاري ميكروفوك وده بيدي نقاء ودقة طبيعية للصوت ويدي للمستمع في خواص ذكاء اصطناعي لللابتوب دفل اوديو كونفرنس تول لبرنامج الصوت الخاص بي طبعا ده لما بتفعل خاصية الانتليجنت في النويز ريداكشن مود كذلك الكاميرا بتاعته مدعومة بالذكاء الاصطناعي في ازالة ضوضاء الرؤية وتتبع الوجه وعمل فلتر تلقائي لو جينا بقى للمداخل بتاعته ووسائل الاتصال على اعلى مستوى موجود في الثاندر بوت 4 وشغل كمان ديس بلاي بورت 1.4 للعرض على الشاشات ده بيدعم شاشات الاتكي ومدخل شحن مزدوج تقدر تشحم منه ومصدر شحن الجهاز موجود في مدخل نيو اس بي طايب اي منهم واحد للشحن السريع كذلك في مدخل سيم كارد لشرايح الانترنت الداتا وبيدعم حتى 5G وفي مدخل سمارت كارد ريدا لكروت الفيزا وفي مدخل HDMI توب وينت 1 للعرض على الشاشات ودعم للشاشات الفور كي كذلك موجود في ستيريو هيتفون ميكروفون كومبو جاك بالنسبة لوسائل الاتصال موجود في NFC وده المستشعر اللي بيسمح بنهل البيانات لسلكيا بسرعة مع جهزة الاندرويد المتوافق كذلك الواي فاي والبلوتوث بتاعه متقدم جد بطاية الواي فاي بتدعم الواي فاي 6E وكذلك البلوتوث 5.3 وده بيده سرعة اعلى وبيدعمه نطاق تردد اضافي لتقليل التداخل وزيادة الاداء كذلك من وسائل الاتصال في الجهاز ده الناتف ميراكست سابورت وده خاصية بث محتوى الشاشة لاسلكية من اللابتوب لشاشة عرضه اخرى بتدعم الميراكست وده موجودة في الشاشات الحديثة واجهزة البروجيكت جهزنا بيجيب بنوعين بطاريات بطارية بتكون 3 سل 38 وات اور اما البطارية التانية بتكون 3 سل 51 وات اور الشاحن المناسب له بيكون 65 وات تايب سي الخلاصة في اللابتوب ده انه تطور عالي جدا من اتش بي حطت في اتش بي كل لمستها وجامع بينه امكانيات قوية جدا وكمان تصميم عالي جدا كمان اتش بي معهملتش جوانب الحماية فيه ولا جوانب القوة يعني نقدر نقول بجدارة انه متكامل بمعنى الكلمة من كل النواحي فنصيحة مني لو قدامك اللابتوب ده اوعي يكون عندك تردد ولو لحظة واحدة انك ما تخدم واتش بي وفرت منه كل الخيارات في الشاشات في 16 بوصة معروف ب 865 جيتان وبالنسبة لمحب الشاشات الصغيرة وفرت شاشة 13 و 3 من 10 بوصة باسم 835 جيتان نتمنى بعد المعلومات دي اللي اخذت مني وقت طويل عشان هادر احصل عليها ومن فحص اللابتوب ده بدقة تدعمونا باللايك والشير كذلك تقولوا لنا رأيكم عن اللابتوب ده والحلقة دي في التعليقات اما للسه اول مرة يشاهد قناتنا ما تنساش تعمل اشتراك واتفعل زر الجرس نشكركم على وقتكم الثمين اللي اخذنا منكم النهاردة والى لقاء في حلعات جديدة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته